السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذي الفيديو سنرى مفهوم الكمبوزيشن في الجذة Composition is another way to relate two classes يعني طريقة أخرى لإظهار علاقة بين two classes شوفنا الانهيريتانس علاقة الوراثة هنا في علاقة الكمبوزيشن In composition تسمى أيضا aggregation One or more members of a class are objects of one or more other classes يعني أن في علاقة الكمبوزيشن حيكون عندي فيه class معينة تحتوي على objects من class أخرى Composition تسمى أيضا has a relationship For example, every person has a date of birth كل شخص عنده تاريخ ميلاد لذلك حيكون عندي class person حيكون عندي class date of birth وحقا أنشئ object من date of birth أخذنه داخل person هنا مثال للكمبوزيشن عندي الرسم البياني الذي يحتوي على class أولى person class date بالclass person تحتوي على متغير أول date of birth نوعه date إذن في هذا الرسم أعرف أن date أتى من هذه الـ class ثم عندي الـ name list للـ person الـ constructor print information في الـ class date حيكون عندي الشهر اليوم السنة والـ constructor إذن exercise write java code of person and date classes إذن سأقوم بتعريف class جديدة أسميها person يمكن أن تكون يعني تحتوي على المين إذن هذه الـ class person قلنا أنها تحتوي على متغير private date 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 of birth الكمبيوتر يقول لي خطأ date ليس معرفة إذن سأعرفه بعد قليل ثم عندي private string name عندي الـ constructor public person هذا الـ constructor حياخو اسم الشخص string name حياخو أيضا date of birth date of birth أفتح القاوز أكتب أن name or this.name إذن هنا استعمال كلمة دي سهم جدا يساوي name and this.date of birth يساوي date of birth birth print information أعرف الدلة print information public void print information إذن سأقوم فقط بتباعة معلومات الشخص system dot out dot println name نقطتين plus هنا name الشخص ثم سأضع this.date of birth سأعتبر أن class date تحتوي على print information أيضا أوكي يجب أن أعرف دلة اسمها print information داخل class date أروح الآن لتعريف class date class date أفتح الأقواس إذن تلاحظون الأخطاء اللي كانت موجودة هنا انحذفت لأن date صار معرف لكن print information ما زال ليس معرف إذن هنا عندي int day int month int year الconstructor لأن هذي يمكن أن يكونوا كلهم private private ثم الconstructor public date بين قوسين int a يمثل day int b يمثل month int c يمثل year هنا سأكتب day يساوي a month يساوي b و year يساوي c نحتاج إلى public void print information تعريف print information هذه الدالة ستطبع الدي system dot out dot print dot dot print ln day نقطتين قيمة الدي نفس الشيء بالنسبة لل month والyear سأقوم بتعريف التاريخ إذن date d يساوي new date سأضع التاريخ مثلا 1 1 2018 سأعرف person إذن person p يساوي new person أضع اسمه مثلا علي فاصل date d وأقوم بتباعة كل الـ information print information الموجودة في البي ونفذ هذا البرنامج إذن نتيجة هذا البرنامج نايم نقطتين علي day 1 month 1 year 2018